موسيقى رحب فيكن مشاهدينا وان ما كنتو عم تحضرونا ولكل شاب وصبية ربما محتارين باختيار مهنة المستقبل رح نقول انت كمان فيك تكون موسيقي محترف وربما مايسترو مثل ضيفنا لليوم لبنان بعلبكي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا على الاستضافة أهلا وسهلا فيك بتشرفنا وشكرا لحضورك معنا دايما انشغالتك يعني اسم الله بين عدة بلدين وهون يعني لما نطلع باسم لبنان بعلبكي يمكن الاسم لحاله بيحكي لأنك حامل لبنان باسمك وبقلبك وبعلبكي وقلعة بعلبك ومدينة بعلبك مدينة الشمس وحملتها من لبنان للعالم كله وهون بدي أطرح سؤال قبل ما ندخل إذا بدك بدهليز حلقتنا الموسيقى اللبناني مين بكرمه أكتر بلده أو الغرب أول شي عن جديد شكرا على الاستضافة وشكرا على المقدمة وطبعا أي واحد بيحمل اسم لبنان بيكون حامل اسم مشرف رغم أنه نحنا من وقت اللي ولدنا عايشين ظروف صعبة وظروف حرب لكن هذا البلد له عننا قصة حب أعمق بكتير من المشاكل اللي عم تواجهنا وارتباطنا فيه عميء ووفيد بالنسبة للتقدير إذا بدك الغرب عامل حالة متكاملة خاصة بالفن والفنون والموسيقى بالتحديد بترتبط بالوجود المؤسسات أول شي معاهد التعليمية الجامعات المسارح إنشاء الفرد كموسيقى من حيث التعليم وإيجاد فرص العمل بعدين إلى الجمهور المثقف لأنه الجمهور كمان جزء أساسي من هذه الحالة المتكاملة يعني الموسيقى ليكون مسيقى وعايش بجو احترافة ويحس حاله مقدر هو مش أنه بيكون فيه جهة بتعطيه جائزة بتقدير من وقت لوقت لا هو بيكون عايش بقلب سيستم متكامل من خلال كيف بلش يدرس يعني بياخد الفرصة المناسبة لحتى يبرز موهبته ويسقلها ويعطيها التعليم اللازم بعدين بيلاقي فرصة العمل المناسبة إنه يشتغل بظروف مشرفة ويعيش حياة كريمة ويكون عم يقدي الشغل اللي لازم يقديه وعنده جمهور عم يجي بيسمعوا والتقدير بسير يجي من خلال هيدا الجمهور ومن كل هيدا العناصر المتكاملة نحن عنا القصص بعدها مفرقة وضايعة يعني هي مش قصة دولة أو مش دولة نحن السيستم المتكامل مثل ما بيقولوله الإيكو سيستم هلأ هلأيام صار بيستعملوها هالكلمة كتير غير متكامل عنا يعني الجمهور بتنقي منه وتلاقي الجمهور البعض عنده اطلاع البعض الآخر ما عنده اطلاع فيه مساواة وهذه مش الحق على الفرد لأنه هادي تتبلش من ايام المدرسة من ايام متوقتي تكون بالمدارس المدارس ما عنده مساواة بالتعليم او بالتربية السقفية يعني كل مدرسة وحتى بتبلش بالبيت اكيد بالبيت اكيد شيء اساسي نعم بس انه ما فيك تطلب من البيوت كله يكون عنده النفس بالتربية السقفية هادي مفرقة تكون بالمناهج التعليمية ومناهج تعليمية لا أساسية المدرسة لأن المدرسة الفرق أنه بالبيت كل واحد ممكن يكون عنده جاو مختلف بالبيت ولكن المدرسة بتوحد السقافة الاجتماعية والسقافة الفنية إذا بدك تعطيها بشكل متساوي لكل مواطني هذا الشيء مش موجود عننا مايسترو عفوا أين هي المدارس اليوم من التربية إذا في يقول الموسيقية هل موجودة ببعض المناهج هل هي حكر على بعض المدارس اللي تقدر الفن وبتعتبره جزء من حضارة البلد يعني لسيما أنه حضرتك بتشتغل كتير خارج لبنان وين بتلاقي مدارسنا مع احترامنا للجميع يعني شو هو التوجه هل في تقصير هل في أهمال هل هن غير مدركين لأهمية الفن ببلدنا لبنان أكيد أكيد من ناحية المناهج من ناحية هادي أول شي عم تحكي عن توحيد المناهج وتوحيد الرؤية للفن وللتفقيف يعني لحصة السقافة بالمدرسة هادي مفترض تكون وزارة التربية حتى منهجية متكاملة لتعليم للتربية السقافية كيف بيعملوا تربية مدنية وتربية اجتماعية ما بعرف شو ورياضة لازم يكون في تربية السقافية وهادي بدأ رؤية من وزارة التربية تفرض على جميع المدارس هلأ في بعض المدارس عندها تستعمل يعني عندها حصة موسيقى أو حصة رسم أو إلى آخرها بتكون لحد اليوم حتى بالمدارس المتقدمة تعتبر تعتبر ترفيهية يعني حصص ترفيهية بيصير الطالب عنده حرية يظهر عنده كذا ما تعتبر أساسية بينما هو لأ مفترض هادي تكون في رؤية وضعتها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة السقافية هيك مفترض يكون وهذا الشي مش موجود أو أنه صار فيه محاولات لإيجاده وبعدين تعرقل ونظرا لأنه حسب ما بتعرف السيستم عنه بالإبنان لكتير مواضيع خاصة بكيفية إدارة الأمور ما كان فيه متابعة جدية لهذا الموضوع وصار يعني إذا بدك مش أساسي بالتعليم بينما هذا لازم تحط له وزارة التربية رؤية وتحط له منهج وينفرض بجميع المدارس لهو توحيد التربية السقافية عند الطلاب إن كان موسيقى والرسم والمسرح مش ضروري يكونوا هني عم يعلموا هذه المواد ولكن يصير فيه تعريف عنه يصير تروح المدارس تحضر حفلات يصيروا يجيبوا فنانين يحكوا معهم وإلى آخره يعني فيه كتير خيارات نعم هذا الشي مش موجود بشكل فعلي لعنا هلأ إضافة للي كنت عم قوله قبل من الإشياء المفقودة عنا أنه نحنا فعليا ما عنا مسارح يعني نحنا بلبنان بلد الفنانين بلد عنده عشرات الفنانين الكبار على مستوى العالم نحنا بلبنان لحد هلأ ما عنا مسارح أو مسرح وطني أو مكان يجمع الناس على مختلف أنواع الفن يعني كل دول العالم فيها المسرح الأساسي أو دار الأوبرا أو المسرح العروض الفنية نعم بيكون موجود بوسط المدينة صحيح يعني مثل بفيننا مثل ببرلين مثل بباريز مثل حتى بمصر حتى ببعض الدول العربية صحيح عنا بلبنان هذا الشي مش موجود يعني نحنا كأوركسترة فلارمونية الأوركسترة من وقت تأسست بالألفين على أيام من الراحل طور وليد غلمية الأوركسترة بتعزف بكنيسة مار يوسف بمونو بالأشرفية طبعا الكنيسة بترحب فينا كل مرة وبنعمل حفلات والأكوستيك فيها منيحة وبتجي العالم تحضر ولكن هذا مكان فعليا مش من عمل اللي ينعمل في حفلات هذا المكان عمل للصلاة بينما احنا اللي مفترض يكون عنا مسرح لتنعمل في حفلات لحد اليوم نحنا ببيروت ما عنا مسرح ربما مسرح كازينو لبنان عم بيلعب نوعا ما هي ببدور بس منو يعني بطريقة لسمية مسرح كازينو لبنان طبعا مسرح كازينو لبنان هو مسرح تابع للكازينو ومنو يعني مسرح للعروض إذا بدك الحفلات بس منو مسرح نموذجي لتقيم في حفلات بشكل دائم يعني هيدا بيتم تأجيره وبدك تحجزه قبل بقت نحنا عم نحكي عن مسرح وقت لي فيه مبادرات فنية وسقفية فيه مجموعات من الفنانين من الموسيقين عندهم مبادرة فنية عملوها مفترض يكون فيه مسرح بالمدينة يروحوا يقدموا طلب ويحصلوا عليه بمقابل أجر مش كتير غالي يعني أنت منك مضطر تبيع بطاقات بأسعار كتير عالي لتطلعت كل تكاليف الحفلة فالمسارح الأخرى مثل كازم لبنان أو فيه عطباية أصر المؤتمرات أو غيره هذه إلا غير نظام هذه تعتبر مسارح أو خاصة أو شبه خاصة نحنا عم نحكي عن المسارح الوطنية اللي بتعملها الدولة وبترعاها الدولة فنحنا هذا الشيء أشوف قد فادح هذا الموضوع أنه بمدينة مثل بيروت أو محيط بيروت بيروت كبرى ما فيها مسرح على هذه الطريقة فنحنا كل هذه التركيبة الحلقة هذه مش متكاملة عنا من شان هيك آي بالغرب ظروف أنه الفنان اللي عم يعمل شغل جدي ظروفه أكتر بكتير أنه يحس حاله مقدر وأنه ينجح وأنه يوصل وأنه بعد كل عمل يصير يطرح يطمح أنه يعمل عمل متقدم وعمل متطور أكتر نعم ماسترو رح أرجع شواء إذا بدك لجو البيت مثل ما بيقولوا بيخلق الولد البعض من الأهالي بيقولوا نشعر أنه ابننا أو بنتنا عندهم ما يعرف بعبارة الأذن الموسيقية البعض بيلمسوا هذه الموهبة إذا بقدر قول وبيشتغل على أنهم يطوروا بولادهم من خلال تسجيلهم ربما بمعاهد خارج إطار المدرسة كون المدرسة ما بتأمن الفورماشون اللازمة البعض بيلمس هذه الموهبة بيتجهلة كون كمان على العبارة اللبنانية اللي بتقول يا ابني أو يا بنت الموسيقى بلدنا ما بالطعم يخدز في حال بدك بكرة لما تكبر أو لما تكبر دروس موسيقى بس يكون تكون ربما توازيا مع مهنة أساسية يمكن مربحة صح كون الموسيقى هي الهوبي أو الهوية اللي لا تدور ربما المال منشان هيك أنا عندي بعض الموسيقيين اللي بيشتغلوا معي بالفرق بتلاقي يا دارس هندسة يا دارس نوتريشن يا عامل محامة ومش مكمل يعني عاملوا مصلحة تانية تعيشهم اخشي عم يعيشوا هلأ من الموسيقى يعني اللي حضرتك عم بتقوله المهنة الأولى ما عادت المهنة الركيزة اللي بتربح ما صارت الموسيقى هي اللي عم بتربح صح ما هو فيه خطأ شائع فيه إذا بدك خطأ بالرؤية نحن لأنه عند كتير من العيال بعدها بتنظر للمستقبل أولادها بشكل بشكل تقليدي خليني يقول كما فوت بعبارات مختلفة بشكل تقليدي وبتتجه لأنه تخلص تحط إطار لمستقبل أولادها من خلال هني شو اختبروا النجاح أو هني شو افتكروا أنه هذا بيؤدي للنجاح نعم فيا بيروح الهندسي على المحامات يعطب على الأخرين أنا عندي يعني عندي أصحاب موسيقيين في بعض منهم دارسين هندسي بعض منهم دارسين محامات وإلى آخرهم عم يعيشوا حياتهم عم ينتجوا حياتهم من خلال الموسيقى هلأ هون لأنه كل هيدا العوامل اللي حكينا فيها من شوي غير موجودة لذلك المجتمع الفني المجتمع الموسيقي عندنا يعني الفكرة فكرة متكاملة هيدا خلت أنه ما يكون ما يتحول ما تتحول هيدا المهنة إلى مهنة احترافية بشكل يعترف فيها المجتمع وإلا هي مهنة احترافية يعني أنا كل الموسيقيين اللي بعرفهم بيسافروا بيعملوا حفلات وعايشين حياة كريمة ومدبرين حالهم مثل ومثل أي صاحب مهنة آخر ناجح بمهنته يعني أنا من كل الموسيقيين اللي بعرفهم الموسيقيين عم بحكي المحترفين اللي بيشتغلوا على حالهم طبعا لأن الموسيقى لأن الموسيقى كمان بدأ جهد وبدأ تعب وبدأ دراسة وبدأ تمرين وبدأ بدأ تفاني بالعمل النتيجة الحتمية لهذا المسار إذا بتعمله هو نجاح والنجاح بيأخر شيء بيعيش صاحبه يعني ففي رؤية إذا بدك خاطئة عنا بالمجتمع عن الموسيقى وعن الفن بشكل عام إنه هيدا ما بيعيش إنه هيدا ولأ وعم يطلع آخر شيء إنه لأ في كتير من المطارح الفنانين أو إنه أصحاب اختصاصات مختلفة لحسن الحظ تعلموا آلة معينة هلأ عايشين من وراء إلتون لأنه بمجالات العمل اللي هني افتكر إنه هيدا بدأ تأمله النجاح ربما في بطالة في زحمة كتير كبيرة ومش عم يلاقوا فرص عمل ممكن بالهندسة أو بالمحامات أو بالطب البديل خاصة النتريشن أنا كتير شايف موسيقيين درسينا كأنه خيار بديل عن الموسيقى وآخر شيء ما مارسوها ولا مرة هلأ أنا بس أختم هذه الفكرة إنه لأ الموسيقى هي خيار أساسي لا تكون مهنة هلأ بالإجمال متبع إنه أولاد الموسيقيين بيتعلموا موسيقى بجرأة أكبر لأنه أهلهم بيعرفوا أنه أنا آخر شيء أنا عشت من هالموسيقى وربيت ولادي فرضا فأنه بربيونا على هذا المجال قليل كتير ما تلاقي عائلة من يعني من من خلفية غير موسيقية من خلفية غير موسيقية قليل كتير ما تلاقي بيوجه ولادهم على الموسيقى أو على الفن لأنه بدأ شوية جرأة ليش؟ لأنه هذا الموضوع بالمجتمع بالمجتمع وبالدراسة وبكل الفكرة اللي حكيناها بنرجع دايما الفكرة اللي حكيناها بالأول لأنه في دورة متكاملة بدأت تكون من موجودة بشكل فارد حاله بشكل بشكل فعلي بس الموسيقى هي مهنة وهي احتراف وهي بتعيش صاحبها إذا كل ما تعطيها كل ما هي بتعطيك نعم مايستروا ذكرت العقلية التقليدية أو ربما الدراسة إذا في يقول الكلاسيكية للموسيقى يعني كيف تعودوا الأشخاص يدرسوا الموسيقى عن طريق النوتات وإلى ما هنالك الجميل أنه الموسيقى عم نشوف أنه عم بيشهد هذا القطاع التطور مثل ما ربما التكنولوجيا عم نشوف حاليا الارتيفشل انتاليجنس يعني الموسيقى عم بتواكب أيضا العصر والتتطور لحديد ما صرنا نسمع بكونسبست جديد بعالم الموسيقى مثل شيء اسمه ميوزيكو تيرابي كاميرتنا مثل العادة بكل حلقة بتحضر نوع من الروبورتاج تتحكي عن موضوع جديد متعلق أكيد بموضوع الحلقة رح ننتقل تنحضر موضوع أو حديث يتعلق بالميوزيكو تيرابي من بعدها نعود للمتابعة والتعليق نحضره سوى ربورتاج ونعود اسمي ميا بتاش وأنا معالجة بالموسيقى رح أحكيكم بشكل مختصر عن الموسيقى الموسيقى بلشت لما بلش الإنسان على الأرض كان يستعمل للإنسان الموسيقى كرمال علاج نفسي كرمال علاج جسدي كرمال يخفف الاكتئاب كرمال يخفف الأوجاع اللي عم بعيشها بس طبعا بوقتها ما كانت محطوطة بإطار علاجها شو هو العلاج بالموسيقى العلاج بالموسيقى هو من خلال مستعمل الموسيقى والصوت كرمال نقدر نساعد الشخص يقدر يعبر عن المشاعر اللي عايشها بالعلاج بالموسيقى فيه نوعين فيه ريسابتف ميوزيك ترابتي واللي هي الشخص بيتلقى بيستمع لها موسيقى معينة واللي هو مشاعر معينة سلبية أم إيجابية وبالريسابتف بارت كمان في عنا رلاكسيشن والمديتيشن تكنيك سو هولي كمانا بيدخلوا ضمن الريسابتف ميوزيك ترابي أما بالنسبة للأكتف ميوزيك ترابي هو الشخص اللي عم بيتلقى العلاج بيستعمل الإلات كوسيلة للتواصل سو بيعزف على الإلات أوقات مع المعالج وأوقات وحده حسب حسب الكيس ومن بعد هالوقت اللي بيعزف فيه بيصير فيه كمان تواصل عن شو حس وشو عاش هالشخص هو عمل إن كان ضمن مجموعة جروب ميوزيك ترابي وفيها كمان تنعمل بطريقة اندفجول يعني وان تو وان شخص واحد عم بيتلقى العلاج هلا بالعلاج بالموسيقى ما في شيء اسمه مسيقى منيحة وموسيقى عاطلة ما في مسيقى وحدة تقدر تفرح الكل أما تزعي للكل سو الاختيار حسب ما نحنا بنسمع الموسيقى حسب شو بتعمل فينا هيدا المهم لان احنا بنطلقى الموسيقى بنسمع وشو بتعمل الموسيقى فينا هون بيصير الشغل لانه فيها مسيقى انا بتفرحني فيها تزعي لشخص آخر ام ترده على ماضي مؤلم وفيها مسيقى تكون انا بتزعجني على شخص آخر يقدر ينبسط يقدر يحس كتير حميسية الشغل اللي لازم نعرفه الدراسات بتقول انه تسعين بالمية من مشاكلنا الجسدية ام الاوجاع ام حتى مشاكلنا النفسية هي مرتبطة بمشاعر ان احنا ما قدرنا نعبر عنها بمشاعر مكبوطة شو بتجي بتعمل الموسيقى بتجي بتفتح هالمجال للشخص يقدر يعبر عن مشاعره بطريقة مسلية لانه في الموسيقى هي عنصر مسلة هي عنصر هيك بيعمل شوية ديستراكشن سو بتجي هالموسيقى بتساعد الشخص يقدر يحكي اكتر عن القصص اللي حاسة ومن هون لما الواحد بيقدر يفتح لبرة ويقدر يحكي عن مشاعره المعالج بيقدر يساعده انه يفهم هالمشاعر اللي حاسة ان كانت بالماضي ام هلا هلا كرمي العلاج بالموسيقى وين من الدروس هيك نوع من العلاج اللي حلو انه بلبنان بلش يصير فيه بالجامعات تعليم لهالاختصاص بس بعض نقصنا كتير تعديل وتحسين بالبروغرام طبع الجامعات مايسترو شفنا اذا بدك الميزيكوتيرابي باطار الاكاديمي او باطار ايضا الفعال بحياة الانسان نحنا كلنا نعرف انه الموسيقى بترافق الانسان بيحزنه بترافقه بيفرحه باوقات يمكن بيكون فائد فيها الامل يعني كلنا حتى بنقطع بمراحل من حياتنا لما نسمع غنية بتذكرنا بمرحلة معينة مع ربما شخص معين و معينة هل تؤمن بفكرة المعالجة من خلال الموسيقى ربما هو الكونسبت جديد ربما بلبنان بس حضرتك كونك بتسافر كتير وبتشوف الغرب كيف ينظر إلى هذا الكونسبت الجديد أو هذا الإطار الجديد هل تؤمن بالعلاج من خلال الموسيقى أكيد طبيعة الحال بلش هذا الموضوع يصير في أبحاث عن تأثير أول شي الموسيقى على جسد الإنسان على تركيب الجسدي للإنسان بلش يصير هذا أبحاث عليها من الستين وبالجاية وبعدين تأثير الموسيقى كعلاج نفسي للإنسان حتى العلاج من الأمراض الجسدية يعني كمان بلش يتمأسس بالغرب بفتكر من السبعينات وطلوع حتى صار فيه مستشفيات بأماركا تستقبل مرضى بيتعالجوا من خلال الموسيقى أنا أكيد بأمن بشكل بديه بالعلاج بالموسيقى بشكل يومي نحنا من مارس هذا الشي يعني بلحظات معينة بيحتاج للموسيقى إن كان ليهدئ أعصاب وإن كان إذا مارس بيلحظة فيها هذا عم نحكي عن الناحية النفسية هون إذا كان عنده لحظات حزن أو لحظات بده يروء أو جاي تعبان من الشغل في كتير أشخاص بيحطوا نوع موسيقى معين بيريحهم هني بيعرفوا إنه هذا النوع الموسيقى اللي بيريحهم وبيتفاعلوا معهم إحنا أي بني آدم أي إنسان مهما اختلفت خلفيته السقفية والاجتماعية وطبقته الاجتماعية بيسمع الموسيقى بلحظة من اللحظات بنهاره فالموسيقى هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية إحنا من خلال صوتنا من خلال النبض لقلبنا وقت اللي بينبض هو إقاع مستمر أي شخص بيقعد على البالكون وعنده الصبح وبيسمع صوت العصفير هيدا كمان عم يستمع للموسيقى أو أكيد فايروز يعني إذا بدك بكل منطقتنا هيدا المنطقة بالشر الأوسط بيسمعوا فايروز وبيحبوا يسمعوا فايروز فأنا أكيد بآمن أنه كلنا منحتاج لهيدا الموسيقى بلحظة من اللحظات منتعامل كدواء السهل الوصول لأله لأن نشفي شي عنا يا جو ولكن بالعلم وبالطب بلش يصير فيه مأساس لفكرة استعمال الموسيقى للشفاء من عدد كبير من الأمراض هنا الجادير بالذكر قبل ما نطلع بريك أنه الميزيكو تيرابي صارت اختصاص قائم بحد ذاته بمعنى أنه معدت هي كورس بقلب ميجور كبير اسمه ميزيكولوجي صارت اختصاص قائم بحد ذاته بندرس على 3 سنين كليسانس وأيضا في الطالب يتقدم فيه يحصل على الماستر وعلى البي ه بيكون طبيب كمان للأهل اللي بيحبوا أنه أولادهم يكونوا الطب هذا بيكون طبيب كمان اسمه دكتور يعني حصل على وبيداوي وبيشفي عالم طبعا لأن الموسيقى هي الموسيقى لها وجود بالموجات بالترددات بالزبزبات هيدا اللي بتصير وهيدا بيأثر على تكوين جسدنا بشكل مباشر حتى في بعض زبادك بيلقوا على اليوتيوب اللي حاب بيشوف تأثير الموسيقى على جسد الإنسان وبيشوف تأثير موسيقى مزار وباخ مقارنة مع غير أنواع موسيقى كيف تأثر على الماء وعلى كل أنواع الموليكيول اللي نحن مكونين منهم كمان فهيدا يعني إذا بدك الدليل الأقصر والأقرب للناس لتفهم قد يفي تأثير للموسيقى مش بس على وضعنا النفسي كمان على وضعنا الجسدي نعم مايسترو مع حضرتك ومع حضرات المشاهدين نحن متابعين إنما رح نتوقف لأستراحة سريعة بعدا نعود للمتابعة مشاهدين خليكم برفتنا عودة لمتابعة حلقة اليوم دايما مع مايسترو لبنان بعلبكي اللي منكرر الترحيبنا فيه أهل وسهلا فيك مايسترو يعني معك منختصر عالم الموسيقى كله يعني لمجرد ما فكرت إنه بدي حضر حلقة عن الموسيقى مين أجدر بمايسترو يعرف إذا بدك بكل ما يحيط بهذا العالم لما نفكر بهذا الموضوع أول شي كمان فيه سؤال بيطرح نفسه لسيما اللي عم يحضرونا ولسيما لولادهم مثل ما قلنا قبل البريك إنه بحسوا بيلمسوا فيهم هذه الموهبة هل من آلة موسيقية ممكن أن تعتبر هي الآلة الأم أو الركيزة اللي إذا تنقول بلش درسها الطالب من هو وصغير بتسهله الأمور على كبر يعني بنشوف يمكن البيانو الناس بتحب تتعلم البيانو أو بتفتخر إنه وليدها بيدقوا أو بيعصفوا بيانو يمكن للبريستيج بس ما بعرف إذا هي إلى طابع أكاديمي بيسهل أيضا دراسة الآلات الأخرى فشو بتخبرنا حضرتك عن هذا الموضوع هلأ البيانو من الآلات الأساسية بالموسيقى اللي هي من الآلات إذا بدك الواسعة جدا بالموسيقى اللي بتسمح لك إنك تعزف جميع عنواع الموسيقى عليها هي آلة واسعة من ناحية الهارموني آلة واسعة من ناحية الأدورات اللي ممكن واحد يوصل لها كآلة وإذا الشخص بيتعلم آلة فيه تجهل الكلاسيك فيه تجهل الجاز فيه تجهل البوب فيه دق عربي فهي آلة واسعة جدا منشان هيك كتير أيام الناس تتجهل طبعا في بعض الناس كمان بيتجهل لآلة البيانو إنه منظر البيانو حلو بالبيت وشو ما كان السبب أنا بشجع حتى لو كان هلأد إذا بدك مبدأ الموضوع بالدرجة الأولى بس حبا لو وجود آلة البيانو بالبيت أنا بشجع كمان هذا الشيء بس البيانو منه الآلة الركيزة يعني في شيء آلة هي نقطة الانطلاق لا البيانو من الركائز الأساسية من الركائز طبعا أي آلة مسائية هي ركيزة من ركائز الآلة الموسائية بس يعني إذا الطفل موهوب وسائب عنده البيانو بالبيت تفتح له أفاق كبيرة لمستقبله بعالم الموسيقى فيفوت على عالم التأليف فيكون يحب أي نوع من الموسيقى يلعبوا على البيانو فالبيانو هي من الألات الأساسية طبعا نحنا بلبنان جايين بمنطقة إذا بدك هذا اللي كده نسمعه بدروس الجغرافيا بين موقع جغرافيا بين الشرق والغرب هذا الشي موجود شكل فعلي أنه ممكن يكون عندك آلة بيانو بالبيت ممكن يكون عندك عود أو أنون طبعا العود والأنون بياخدوك إلى اتجاه مختلف بالموسيقى اتجاه شرقي بحد البيانو ممكن يفتح لك آفاق أوسع هلأ إذا الجو والبيت فيه معرفة موسيقية شوي ممكن يصير فيه يتواصل مع الطفل اللي ينعرض عليه أكتر من آلة وينقي آلة هو بيحبها فينا نروح لخيارات مختلفة عن الخيارات التقليدية اللي عنا يوهن اللي هني الجيتار والبيانو والأنون الأخري فينا نروح على الفلوت على الكلارينات على الأوبوا فينا نروح على الترومبات على الترومبون وهذا آلات كتير قليل وجودة بمنطقتنا كل آيات كل آيات هاي دي وخاصة في لبنان هاي الآلات موجودة اللي بيتعلم على هذه الآلة بيكون إذا بدك عنده حظ أكبر أنه يلاقي شغل أكتر لأنه عم يتعلم على آلة جديدة على آلة نادرة بالمنطقة وبرجع بقولهم الترومبات الترومبون الانجليش والفرنش هورن الأوبوا الكلارينات الباسون والفلوت هاي الآلات كتير نادرين من وجودهم طبعا بيجي من بعد اللي من الآلات اللي بنعزف عليها غربي ونعزف عليها شرقي وهي من الآلات اللي إذا عم نحكي بشكل عملاني إذا بدك الآلة هاي الإنسان اللي بيتعلمها بيكون عنده فرصة كتير كبيرة أنه يسير يلاقي شغل ويروح حفلات ويسافر ويطلع مصاري منها قالت لفيولا نفس الشي طبعا لفيولون موجودة والناس كلها بتعرفها قالت لكمان هي قال كمان بحر كتير كبير يعني إذا بدك فيه الدخول إلى الآلة صعبة طبعا التعلم عليها صعب وتبدأ تمرين كتير مثل كل الآلات الباقية ولكن فيولون شوي إذا بدك بدك يعني شغل أكتر بدك تمرين أكتر بدك أستاذ أستاذ شاطر يعلمها فجميع الآلات طبعا برجع بقول إذا فيه ثقافة موسائية بالحد الأدنى بالبيت أو إذا هالبيت بيعرفوا حدا بيشتغل الموسيقى بيستشيروا بيشوف الطفل طبعا كل ولد عنده قابلية لآلة معينة بينشاف إذا بممكن يكون عنده صبر أنه يتعلم على الفايلين أو أنه بيروح صوب البيانو أو أنه بنعطيه آلة جديدة مثل الفلوت أو الكلارينات ممكن يكون عنده حشرية ممكن يكون حب يعزو في هذه الآلات إذا سماعها إذا شافها إذا لمس الآلة ممكن ينغرم فيها وهذه شغلة كمان مهمة كتير أنه الولد هو يكون بده هذه الآلة ونتركه يروح بالاتجاه اللي هو بيختاره بالآلة اللي بيختاره نعم مايسترو أكيد اللي عم بيشاهدونا عم بيسأله وأنا أول الأشخاص اللي بيطرحوا هذا السؤال كونه يمكن المتحدث باسم المشاهد لما نشوف مايسترو أو قائد أوركسترا مثل ما بيقولوا عم بيعمل إشارات بإيده كتار ناس بتسأل هل وجود هذا الإنسان هو أساسي لحتى تنظم كل العازفين وهل وجوده بيعني أنه هذا الشخص متمكن وبيعرف بكل تقنيات الإيلات الموسيقية الموجودة بعددة يمكن وين موجودة على ستيج أيهن حط بعض أيهن بعض عن بعض يعني كل هالإشياء التكنيك اللي يمكن نحنا ما بنفهمها مظبوط بس منطرح أسئلة عنا وبسياء حديثنا هلأ مع حضرتك رح تقطع مشاهد من وجودك بقلعة بعلبك الشهيرة بإطار تحضيرات وبروفيت وإلى ما هنالك أول شي اللي بدو يصير مايسترو بدو يكون بيعرف بكل شي وهل مظبوط أنه غياب هذا الشخص بيعني أنه رح تفشل الأمور إذا ما كان هو موجود طي يضبط يعني شو بتفسرنا عن دور المايسترو لما يكون في حفلة موسيقية رح جاوبك بإزبادك بطريقتين بطريقة هيكي تبسيطية للي بحب بسي يعرف إنه إذا أي أو لا ومنرجع منحكي بالطريقة الاحترافية أي دور قادر أنك تعيش بلا وجوده بالتالي بطل وجوده أساسي فقائد الأوركسترة قيادة الأوركسترة هي إذا بدك هي اختصاص موسيقى تطور عبر آخر أربعمائة خمسمائة سنة بشكل كتير كبير صارت الأوركسترات الحديثة الأوركسترات الكبيرة بحاجة بما لا يحمل الشك لوجود قائد الأوركسترة طبعا الأوركسترات الفلارمونية الأوركسترات الكلاسيكية ما بتمشي بدون قائد أوركسترة يعني هذا بس لا نحسم هذا الجدل فوجود قائد الأوركسترة هو ضروري جدا هو واضع الرؤية الموسيقية هو قائد نبض نبض تبع هذه الأوركسترا هو اللي بيوحيله كيف تازف واللي بيقول للموسيقين كيف دون يعزفوا لحتى يربطوا هذه الأقطع الموسيقية مع بعضها فوجوده أساسي جدا من أجل التناغم عم نحكي من أجل كل شيء من أجل أنه يمشي العمل الموسيقي صافرة البداية للعمل الموسيقي ما في إلا قائد الأوركسترا يعطيها نعم فلو كان فيه احتمال أن الأوركسترا تمشي بدون قائد الأوركسترا كان ممكن يصير هذا الشيء من زمان طبعا فيه فرق موسيقية كتير ممكن تمشي بدون قائد الأوركسترا عم نحكي عن غير نوع موسيقى أصلا نعم عم نحكي عن الباند اللي هي بيكون فيها ليدر ولكن مش بحاجة أنه يقف ويعطي إشارة ويدير الجميع نعم نحن هون عم نحكي عن قائد الأوركسترا وقت اللي يكون فيه أوركسترا كبيرة من 30 عازف 40 50 ل 100 ل 200 ل 150 فيكون العدد كبير فأي مجموعة بدأت تشتغل بشكل متناغم وبشكل تأدي عمل واحد لازم يكون إلى قائد أي نوع مجموعة حتى المجموعات الصغيرة اللي بتلاقي كواتيور عم يعزفه مع بعض فيه ليدر لألون بيكون عم يعزف إذا بدك على الفرست فايلين يمكن بس هيدا ليدر موجود بس تكبر الأوركسترا بيصير بحاجة لشخص يقف بوجه الأوركسترا ويديرهم بشكل فعلي نعم نلاحظ يعني منلاحظ أنه الموسيقيين مع أنه كل واحد النوتات الموسيقية موجودة قدامه عم بيعملوا تنسيق بين اللي عم بيقروه الدامن وبين قائد الأوركسترا وعم نحس أنه الكل بتناغم يعني غريب جدا كيف بتصير هيدا يعني هيدا السينارجي بينك وبينه نبتفهم علي ونبتفهم عليك وخاصة إذا فيه مطرب أو مطربة منشوف أيضا بالصور يعني اللي بيفوت مثلا تيشوف موقعك على مواقع التواصل الاجتماعي دايما بيلاحظ صور عينك على المطربة وعين المطربة عليك يعني هذا التناغم الموجود كيف منفسره هيك بطريقة سهلة؟ الناس بتفترض أحيانا أنه إذا فيه قاد أوركسترا عم يحرك إداء دام الأوركسترا والموسيقى حاطت دام النوتات بتفترض أنه إنه إذا قاد الأوركسترا علا إيده هيك الموسيقى بدأ شيء وإذا وطأ إيده هيك بدأ شيء هذا منه صحيح والموسيقى ما تمشي بهذا الشكل أول شيء الموسيقى عنده البارت اللي بيعزفها هو يعني كل آلة بتعزف بارت معين الموسيقى بيكون عنده البارت حسب الآلة اللي عم يعزفها الموسيقى ما بتصير انه يتطلع فيه ويلحق ايده وين صار تلات نت في نزل تتمنوا هايك الموضوع هو متل ما قلت تناغم بيصير حتى انا يعني انا عم بتطلع فيك هلا بهاللحظة بكون ايش ها شو عم بيصير بدرجة معينة من الشو بيشوف الانسان العلاقة بين قائد الأوركسترا والموسيقى هي علاقة بتطور من اول ما تبلش لأول بروبة كيف بتجزق العمل الموسيقى وتبلش تمرن الموسيقى وتفوت بالتفاصيل لبعدين كيف تبلش ترجع تربته لحتى على المسرح بتخلق هذا الشي اللي اسمه تناغم اللي حكيت عنه حضرتك اللي هو هذا الشي اللي اسمه تناغم اللي الموسيقى بيتطلع مباشرة لقائد الأوركسترا باللحظات اللي هو بيحاجة لقله وبيكون حاسس بوجوده بالانرجية وبالطاقة تبعيته باللحظات الباقي اللي هو بيكون عم يعزف مع المجموعة شو بيصير إذا المطرب أخر أو سرع بطريقة الأداء؟ أنتو بتلحق مين بيلحق التاني؟ طبعاً يا نحن نلحق المطرب ببعض اللحظات يا قائد الأوركسترا بجر المطرب أنه يرجع يفوت مع الأوركسترا حسب الحالي يعني دورك مش بس تجاه العازف دورك أيضاً تجاه المطرب أكيد أكيد نعم أكيد دوري تجاه العازف وتجاه المطرب يعني قائد الأوركسترا هو اللي بيجمع كل هايدي العناصر مع بعضها وبيخلي أنه يكون ماشي على نفس النبض بشكل مستمر إذا بيصير أي شي بدي يكون عندك ردة فعل كتير سريعة لحتى تقدر ترجع تربط القصص مع بعضها فالموسيقى اللي موجود بهذه الأوركسترا أكيد هو بيعتمد على قائد الأوركسترا بكتير لحظات من خلال هذا العمل الموسيقي اللي عم يقديه ولكن هو كمان موجود بقلب أوركسترا عم يسمع شو عم بيصير عند الأنون عند الناي عند الكمان عند التشالو عم يسمع كل هايدي الآلات لأنه نحن خلال التمارين منجيب العمل الموسيقي ومنجزقه بيصير كل الآلي معروف شو عم تعزوف نرجع منبلش نربطه مع بعضه ونعمله إذا بدك رؤية موسيقية هيك انسيابية بشكل أنه أنت تطلع على المسرح تقدي العمل تسمع المستمع بيسمع العمل بانسجام مطلع وبانسجام تام وهذه بتكون براعة قائد الأوركسترا أنه يوصل العمل الموسيقي للمستمع بأعلى مستويات الانسجام فهي عملية منة بسيطة عملية معقدة جدا مش نهائق اختصاص قيادة الأوركسترا يعتبر من أصعب اختصاصات الموسيقية اللي هو بيشبه الطب إذا بدك يعني أنا دراست عملت خمس سنين ديبلوم وسنتين ماسترز وخمس سنين دكتوراه عندك 12 سنة دراسة يعني غير الخبرة والماستر كلاسز اللي بتعملهم والحفلات والتجارب يعني كأنك طبيب مع اختصاص مية بالمية فإنه من اختصاصات الصعبة لأنه أنت عم تشتغل أول شي على عنصر موسيقى فعلي موجود قدامك تشتغل عليه بالتحليل وعم تشتغل بعض على قصص حتى أيام قاد الأوركسترا ما بيكون يعني توصل لمرحلة كتير متقدمة بشغلك بيكون بعض في قصص أسرار أنت ما بتفهمهم يعني ما بتفهم هالفنومان شو هو هيدا الشي لأنه أنا بس اتنفس بهالطريقة الموسيقى بيعطيني النتيجة مختلفة عن أنه أعطي الإشارة بشكل مختلف وأنا هيدا يعني مجربة وعيشها أكتر من مرة أنه كون عم بيشتغل بالتمرين يطلع صوت معي من الأوركسترا قالوا لأ خلا نعيد بهالشكل الحقه تجستشر أعطي تجستشر بشكل مختلف يطلع الصوت مختلف هيدا الفنومان نحنا ما بنفهمه بشكل ما فيني اشرح لكيه بشكل فعلي شو اللي بيصير ولكن هيدا الترابط بين البشر هيدا الطاقات اللي بتجتمع وقت اللي تكون أنت طالع من داخلك هيدا إذا بدك الفهم للنص الموسيقى اللي قدامك بتختلف كيف بتوصله للموسيقى اللي قدامك هذا اللي بيسموه يمكن سينارجي واللي كتير حتى صار يعتمد بعالم الشركات يعني اليوم قائد الأوركسترا صاروا بقولوا أنه رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسات هو قائد الأوركسترا يعني صارت تعتبر هذه أو تعتمد العبارة في الشركات والمؤسسات صح ما استروا بالوقت القليل لو سمحت المتبقلة قلنا سؤال أخير دايما بالمبدأ بترحوا بكل حلقة هل من عمر تقاعد للموسيقي أو ربما لقائد الأوركسترا وهل من دور للنقابات هيدا في حال كان فيه نقابل الموسيقيين ما عندي صراحة علم ومبارفة دايشون ماشتين في هذا المجال فشو بتخبرنا لو سمحت ما فيه كموسيقي كأبداع فني ما فيه تقاعد للفنان لأنه الفنان كل ما زاد من خبرته كل ما صار عم يعطي أحسن بس فيه جهد ربما جهد يدو صح صح عند العازفين فيه عمر في آخر شي جسد هو مفترض يكون كمعهد موسيقي مفترض يكون عمر التقاعد على الأربع وستين بسبب أنه فيه تعاقد ما فيه تثبيت كتير من الأساتزي مضطرين يكملوا لبعد سن التقاعد يداوموا لحتى يضل فيه هذا وبالنسبة للنقابة النقابة موجودة في صندوق تعاضد وعم يعملوا شغل كتير مرتب بيتابع أمور الموسيقيين أنا صديقي نقيب فريد أبو سعيد وجه له تحية كمان لأنه فعلا النقابة نقابة الموسيقيين من النقابات اللي عم تشتغل بشكل جد عظيم جدا ماستورو نحن خلص وقتنا بس جملة تختم فيها حضرتك على طريقتك بنصيحة لكل شاب وصبية يعشقون الموسيقى وربما عم بيواجهوا اعتراض من أهليون أو من المجتمع شو بتلون بدي أقول لهم الموسيقى أول شي مهنة مشرفة الموسيقى بتخليك تبرم العالم الموسيقى بتخليك تعرف على كتير ناس وهي من أجمل الأشياء بالحياة أنك تعرف دايما على ناس جديدة الموسيقى مهنة قادر واحد يعيش منها بكرامة وبنفس الوقت يكون عم يعمل شي مبسوط وفرحان فيه لأي إنسان عنده موهبة موسيقية أو عنده هذا الشغف الحق شغفك والحق موهبتك وما بتكون إلا مبسوط له كتير شكرا لحضورك معنا مرة جديدة مايسترو أهلا وسهلا فيك شكرا إلىك وكل التوفيق بكل المشاريع المستقبلية أكان بلبنان أو بالخارج شكرا لحضورك معنا وشاهدينا شكرا أيضا لإلكم لحسن المتابعة أطيب التمنيات بأوقات سعيدة مع كل البرامج المقررة لليوم دايما عبر تشاريتي تيفي موعدنا بتجدد الأسبوع المقبل بنفس الموعد كونوا على الموعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر